موسيقى اليوم كانت اجتماع مع السيد رئيس الحكومة ومع السادة الوزراء اللي في الجنة اللي كلفة السيد رئيس الحكومة كانت اجتماع في الواقع فاجوة ايجابية اليوم تم الاتفاق اهم شيء وانه تفقنا على جميد النظام الاساسي الجديد لموظفة وزارة التربية الوطنية وهذه اعتبرنا بان خطوة ايجابية جدا وقد تفتح الافاق لانه ناقش كل المواد النظام الاساسي ونقوم بتعديد ديالها والمراجعة الشاملة ديالها بما يستجيب المطالب النساء ورجال التعليم بما فيها موضوع ديال تحسين الدخل من خلال زيادة في الاجور الفائدة نساء ورجال التعليم طبعا كيف ما كان في مجموعة من الحوارات القطاعية اللي كان عندها اثار مادي على النساء ورجال التعليم وطبعا مراجعات كذلك كل المواد اللي فيها ملاحظات لفما يتعلق بالمهام بالعقوبات بكل قضايا وكذلك ملفات الفئاوية مجموعة من الملفات الفئاوية اللي ما زال مطروح النقاش الأهم كذلك هو أنه كان وفق زمني واضح أقصات قضايا هو 15 يناير يجب أن نكونوا انتهينا وممكن إلا درنا يعني مجهود ممكن انتهيوا قبل ويكون أن هذا نظام أساسي ليستجيب كل المطالب ديالنساء ورجال التعليم كنا نعتبر بأنه اليوم هذه خطوة إيجابية وأكيد بأنه العمل يجب أن يكون عمل مكتف إطار الجنة بإرادة تكون إرادة ديال الجميع ديال النساء ورجال التعليم ديال الحكومة ديال تعبيرات ديالنساء ورجال التعليم من أجل أنه يلقىوا حل هذه الإشكال لأنه ما يهمونا في نهاية المطاف هو الإصلاح ديال المنظومة وفي قلبها أكيد المصالح ديالنساء ورجال التعليم وكذلك المصلاحة ديالالتلميذ وديالمدرسة العمومية أنه نرقوا بها الجودة اللي كنطمحوا لها الجميع شكرا